من المحيط الهادئ حركت واشنطن كبرى حاملات طائراتها نيميتس إلى البحر الأحمر ترافقها مجموعة قتالية من أربع مدمرات ووصلت سفينة الإنزال البرمائي سان أنتونيو وعلى متنها وحدة من قوات المارينز إلى الجزء الشرقي من البحر المتوسط لكن مسؤولين عسكريين أمريكيين استبعدوا أي خطط لإنزال بري في سوريا وإلى شرقي المتوسط أيضا تحركت المدمرة راميتش كما ترابط حاملة الطائرات هاري ترومان في شمال بحر العرب ويمكن استدعاء طائرات منها إذا ما دعت الضرورة للمشاركة في الهجوم المحتمل المدمرة ستون المجهزة بمنصات لإطلاق صواريخ كروز تحركت ضمن الأسطول السادس حاملة مئات الجنود وتضاف إليها السفينة مهين التي التحقت بالأسطول السادس نهاية العام الماضي بعد مشاركتها في الهجوم على ليبيا عام 2011 وتحمل كل مدمرة نحو 36 صاروخا من طراز توما هاوك مما يرفع إجمالية الصواريخ إلى مئتين وفي حال الهجوم على سوريا سيكون هدف المدمرات على المطارات العسكرية السورية ومراكز الدعم والإسناد وتدمير الدفاعات الجوية قبل شن هجوم بالطائرات وكان للبحرية الأمريكية دور أساسي في البحر المتوسط تمثل في الوقوف في وجه البحرية السوفيتية إبان حرب أكتوبر عام 1973 إضافة إلى الحرب الأهلية في لبنان وقصف ليبيا عام 1986 ولعبت دورا مساندا في حروب البلقان المتعاقبة في التسعينات وكان آخر تدخل لها في ليبيا عام 2011